رجل ثري كان لاهيا مختالا فخورا بماله وقصوره في أحد الأيام دخلت عليه ابنته الملتزمة بابتسامة تحمل الحزن والبهجة معا وعندما سألها عن سر هذه الابتسامة قالت له لقد مات والد صديقتي وهو ساجد بالمسجد أثناء صلاة الفجر ما أجملها من خاتمة تمنيت من الله أن تعمل لها وتترك كل المعاصي التي تبعدك عن الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه غضب الأب وقال لابنته اطمئني قبل أن أموت بأيام سأتوب إلى الله وأحسن خاتمتي أما الآن فلابد أن أتمتع بالدنيا وبما جمعته حزنت الابنة وقالت له سوء الخاتمة وحسنها بيد الله وليس بأيدينا ثم دعت له بالهداية والتوبة وبعد أيام قليلة أصيب الأب بمرض خطير وتردد على مشافي كثيرة في بلدان مختلفة من بلاد العالم وفي كل مرة لا يرى فائدة تذكر وأن الأمر يزيد خطورة مع الأيام حتى قال له الأطباء بحسابات الطب التي نملكها فإنه لا أمل في شفائك ولقد أصبحت أيامك في دنيا الناس معدودة لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة حزن الأب وارتعشت كل خلية فيه وانتصبت كل شعرة في جسده من الذعر ولما أيقن بما أخبروه عاد إلى بلده منهارا محطما وعندما علمت ابنته بالخبر حزنت كثيرا وذكرته بالتوبة وعمل الخير وأكدت له أن الأعمار بيد الله وحده بادر الأب واستدعى محاميه الخاص إلى مكتبه وأغلق الباب من ورائه وأملع عليه وصيته العجيبة تبرعات سخية للأطفال الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين ومشاريع خيرية وصدقات وكلما حاول المحامي أن يتكلم أسكته الأب قائلا لقد أيقنت أنني مودع هذه الدنيا وأريد أن أغتسل من ذنوبي وأحسن خاتمتي ثم بدأ يقسم بقية ميراثه على ورثته كل ذلك على الورق وطلب من محاميه أن لا ينفذ شيئا من هذا إلا بعد موته ومن يومها انقلبت حياة الأبي تماما فلم تعرف رجلاه سوى الطريق إلى المسجد وأصابعه لا تزال تدير مسبحته الطويلة حتى كلامه أصبح محسوبا موزونا لا يدور لسانه إلا بذكر الله أو تذكير أو نصح أو إرشاد وتمضي الأيام والرجل كثير الاعتكاف غزير الدمعة ومع كل يوم يموت بعضه ويمر الشهر وراء الشهر وفي الشهر الثالث بدى الرجل وقد أصبح من أبناء الآخرة ولما انقض الشهر كله وتتابعت أيام من الشهر التالي ورأى أنه لا يزال في كامل عافيته برقت عيناه وأشرق أمل جديد في صدره وبعد أسابيع أخذ يصيح لاعنا الطب والأطباء وسارع يخلع ثياب الزهد والعبادة ودعى صحبته القديمة التي كان قد طلقها وقرر أن يعوض ما فاته بسهرة لم يسهر مثلها إنسان ولتكون ليلة أشبه بليالي ألف ليلة وليلة وقبل أن تصر الصحبة الفاسدة ادعت ابنته المرض وطلبت من أبيها أن يهتم بها ويؤجل احتفاله ولأنه يحبها من قلبه لبى طلبها فابتسمت له وقالت سيزول الألم عني وأشفى تماما إذا ما سهرت الليلة معي وتقرأ القرآن بصوتك الجميل ثم تزيدني ببعض الأذكار التي كنت ترددها طوال ثلاثة أشهر ابتسم الأب وجلس بجانب ابنته يقرأ لها القرآن وكلما دمعت أعينهم قالا معا لا إله إلا الله ومع ذان الفجر توضأ الأب وصل الفجر وفي آخر سجدة في الصلاة فارقت روحه إلى بارئها ورغم حزن الإبنة على والدها إلا أنها حمدت الله الذي أحسن خاتمته في اللحظات الأخيرة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نشأ عمير بن سعد يتيما وذاق مرارة الفقر منذ صغره فقد مات أبوه وهو طفل صغير ولم يترك له شيئا من متاع الدنيا وبعد فترة تزوجت أمه من رجل ثري اسمه الجلاس بن سويد فاحتضن عمير واعتبره ابنا له وأعطاه من كل صنوف الخير فلقي عمير من بر الجلاس وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم وأحبه عمير حب الإبن لأبيه وقد أسلم عمير وهو لم يجاوز العاشرة من عمره وكان على صغر سنه لا يتأخر عن صلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السنة التاسعة من الهجرة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزو الروم في تبوك وعلى الرغم من أن الصيف كان قد حل والحر قد اشتد فقد لب المسلمون دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا يتجهزون ويستعدون وفي يوم من الأيام التي سبقت رحيل الجيش رأى عمير النساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله وينزعن حليهن ويلقينه بين يديه ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله وأبصر عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بألف دينار ذهبا ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم بل إنه رأى رجلا يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله عند ذلك تعجب عمير من تأخر الجلاس عن الاستعداد للرحيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك تأخره عن البذل على الرغم من قدرته وغناءه ذهب عمير إلى بيته وقص للجلاس ما رأى وسمع ليبعث النخوة والمرؤة في نفسه لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت عقل الفتى المؤمن إذ سمعه يقول إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير انطلق عقل عمير يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه بعد هول ما سمع فالسكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله وإضرار بالإسلام الذي يكيد له المنافقون ويتآمرون عليه وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل الذي آواه من يتمن وأغناه من فقر وعوضه عن فقد أبيه وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما مر وسرعان مختار فقد التفت إلى الجلاس وقال له والله ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك ولكنك قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك وإن أخفيتها أهلكت نفسي وديني وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله وأخبره بما قلت فكن على بينة من أمرك مضى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمع من الجلاس فاستبقاه الرسول عنده وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس وبعد قليل جاء الجلاس فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الفتى فقال الجلاس كذب علي وافترى يا رسول الله فما تحدثت بشيء من ذلك التفت الرسول إلى عمير فرأى وجهه قد تجمع الدم فيه والدموع تنساب من عينيه ويقول اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به فقال الجلاس أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير فما إن انتهى من قسمه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير حتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فعرف الصحابة أنه الوحي فالتزم الصمت وظهر الخوف على الجلاس والتلهف على عمير وظل الجميع كذلك حتى زال أثر الوحي عن الرسول فتلى قوله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير فارتعد الجلاس من هول ما سمع ثم التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بل أتوب يا رسول الله صدق عمير يا رسول الله وكنت من الكاذبين اسأل الله أن يقبل توبتي جعلت في ذاك يا رسول الله وهنا توجه الرسول إلى عمير فإذا دموع الفرح تبلل وجهه بنور الإيمان فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى أذن عمير وأمسكها برفق وقال وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك وعاد الجلاس إلى نور الإسلام وحسن إسلامه وكان يقول كلما ذكر عمير جزاه الله عني خيرا فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النيران يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير إياس بن معاوية ضربت بذكائه وبديهاته الأمثال وقد اختاره الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا على البصرة فأقام العدل بين الناس وحكم فيهم بما أنزل الله فصار الناس يأتونه من كل جهة ويلقون بين يديه ما يعترضهم من مشكلات في العلم والدين ومن أخبار فطنته وذكائه أنه كان في الكوفة رجل يظهر للناس الصلاح ويبدي لهم الورع والتقى حتى كثر الثناء عليه واتخذه بعض الناس أمينا يأتمنونه على مالهم إذا سافروا ويجعلونهم وصيا على أولادهم إذا أحسوا بدنو الأجل فأتاه رجل واستودعه مالا ولما احتاج الرجل إلى ماله طلبه منه فأنكره فمضى إلى إياس وشكى له الرجل فقال للمشتكي أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني قال كلا فقال له انصرف وعد إلي غدا ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام لا كافل لهم وقد رأيت أن أوديعه لديك وأن أجعلك وصيا عليهم فهل منزلك حصين ووقتك متسع فقال نعم أيها القاضي فقال تعال بعد غد وأعد موضعا للمال وأحضر معك حمالين يحملونه وفي اليوم التالي جاء المشتكي فقال له إياس انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال فإن أنكره فقل له أشكوك إلى القاضي إياس فأتاه الرجل فطلب منه ماله فامتنع عن إعطائه له وأنكره فقال له إذن أشكوك إلى القاضي إياس فلما سمع ذلك منه دفع إليه المال وطيب خاطره فرجع الرجل إلى إياس وقال لقد أعطاني صاحبي حقي وجزاك الله خيرا ثم جاء الرجل المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحملون فزجره وفضحه وقال له بئس الرجل أنت يا عدو الله لقد جعلت الدين مصيدة للدنيا عد إلى الله ولا تكن من المنافقين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم